قدنا لحضراتكم مرة تانية لما بنتلع دايما بنقول لحضراتكم ان مصر بتتعرض لمؤامرات واحضرهم طبعا انتو كلكم ومعظم الناس لمسة كويس جدا جدا ان اه في ناس بتتربص بهذا البلد هم حطين مصر في دماغهم واولهم قطر ولما بنتلع نتكلم عن قطر وقطر بتعمل ايه وبتمول مين وكل الكلام ده بيخرجوا بقى ايه الخلايا الالكترونية والمش عارف مين وشوية يعني الاتباع والكلاب اللي تبع المجموعات المختلفة ويخرجوا يقولوا لا اه وبنتدعم ده الناس مش عارف مين ده تفرجوا على كذا انا النهاردة مخصص لحضراتكم فقرة كاملة الفقرة اللي جاية دي مفيش فيها ولا كلمة جاية من جوا مصر ايه رأي يا حضراتكم مفيش فيها ولا مصدر جاي من جوا مصر ايه رأي يا حضراتكم مفيش فيها اي شيء لقالته الحكومة ولا قاله حتى حد له علاقة بمصر اساسا ولا مصري كل اللي حضراتكم هتسمعوه في الفقرة القادمة دي بالكامل وده كذا موضوع مختلف في نفس الاطار عن الاخوان وعن قطر وعن اللي قطر بتعمله وعن تركيا وكل اللي حضراتكم هتسمعوه ده ليس له اي علاقة بمصر ولا مصر هي اللي قالته بل على العكس العالم يتحدث عن هؤلاء واول حادة هي المخططات اللي بتحطها قطر والتي تم الكشف عنها او جزء منها من مؤسسة فرنسية تونسية في باريس والحقيقة طلعوا ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف في فرنسا الاستاذ منذر قفراش طلع وقال ان قطر والتنظيم الاخوان الارهابي عاملين مخطط علشان يضربوا مصر